يرتكز مختبر جامعي للبحوث العلمية في العاصمة البريطانية أعماله على مشاريع مخصصة للإضاءة على انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم وقد أنجز أخيرا مجسما بالأبعاد الثلاثية يظهر ظروف العيش في داخل سجن صيدنايا السوري ليرافق تقريرا صدر حديثا عن منظمة العفو الدولية قبل إنشاء هذا المجسم لم يستطع أي من أعضاء مجموعات المراقبة أو الصحفيين دخول هذا المعتقل التابع لنظام الرئيس السوري بشار الأسد هؤلاء الناس الذين عاشوا حالات الصدمة هذه قد لا يكونون معتدين بالضرورة على هذا النوع من المجسمات بالأبعاد الثلاثية غير أنهم يبدون اهتماما كبيرا به ورغبة في استكشافه كذلك التقى الباحثون سجناء سابقين في اسطنبول تم الاستماع إليهم بصفتهما أصحاب شهادات سماعية إذ أن المعتقلين لا يعينون أمور كثيرة غير أنهم يستعدون ذكريات دفينة في بعض الأحيان يعمدون إلى إيجاد رابط لها مع محطات زمنية وعادات دأب عليها الجلدون وحتى مع أحداث بسيطة كتسرب للمياه في داخل المعتقل سيدنايا هو عبارة عن سجن سكون في سكون شديد الناس لا يمكنك تعلي صوته لا يمكنك تحكي بحرية أي حد بيع صوته فهو معرض كان للعقوبة أو للضرب ويعتبر فورانسيك أركيتكتشر المختبر الوحيد الذي يقدم حاليا هذا النوع المبتكر من الخدمات إذ يعطي تحليل مكانية لمجموعات حقوقية معروفة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ولكن أيضا لمحاكم أولي الأمم المتحدة ويستخدم المختبر تقنيات تعيد سرد المآسي البشرية بطريقة لا نظير لها اشتركوا في القناة